السلام عليكم ورحمة الله أيها الكرام تناقل العديد من وسائل الإعلام لقاءً مع شخص يعرفونه على أنه الكاتب والمفكر الدكتور فلان الفلاني يقول أنه لا صيام في زمن الوباء الأطباء المسلمين المحترمين قالوا بلاشهم في رمضان رددنا على هذا الكلام من قبل لكن أريد أن أزيدكم بعض التحديث للمعلومات وأبين لكم بالدليل كيف يحتفي الإعلام بكلام عديم القيمة مبني على الجهالات لا على علم بالشريعة ولا بالطب بل وفيه تقويل للسابقين واللاحقين من الأطباء القدامى والمعاصرين ما لم يقولوا كملاحظة سريعة من لا يقتنع بكلام الأطباء وذوي الاختصاص المسلمين نقول له إليك كلام منظمة الصحة العالمية في نفس اليوم الذي خرج فيه هذا الشخص في مقابلته أصدرت منظمة الصحة العالمية في خمسطعش أربعة الفين وعشرين قبل خمس أيام مقالا بعنوان يعني الممارسات الآمنة في رمضان في سياق كوفيد تسعتاش وتحت عنوان من هذا المقال يعني الصوم قالت منظمة الصحة العالمية أنه لم تجرى دراسات على علاقة الصوم باحتمالية الإصابة بالكوفيد تسعتاش بالمرض النتج عن كورونا ويستطيع الأصحاء أن يصوموا هذا الرمضان كما في السنوات السابقة بالحرف قالت منظمة الصحة وقالت منظمة الصحة بينما مرضى كوفيد تسعتاش يمكنهم أخذ الرخصة الدينية بخصوص عدم الصيام بالتشاور مع طبائهم كما يفعلون مع باقي الأمراض طبعا إخواني منظمة الصحة العالمية استخدمت صياغة موضوعية هنا وهذا شيء جيد لكن هذا لا يعني أنها مؤسسة موضوعية موثوقة في كل شيء كما بيّن بالتفصيل في حلقة تزييف العلم الشذوذ مثالا فلما نذكر كلامها في هذا الموضوع فلا يعني الثقة بها في كل شيء إذن هذا كلام منظمة الصحة العالمية بالنسبة لنا كمسلمين ما دام هناك أصحاب اختصاص مسلمون ثقات تكلموا في الموضوع علماء في مجالهم وثقات في دينهم فلا حاجة لنا بكلام منظمة الصحة العالمية كنا نشرنا بحث دكتور التغذية معز الإسلام فارس عن الصوم وأثره على المناعة والعرضة للأمراض والمدعم بعشرين بحثا منشورا في مجلات عالمية بعضها من أرقى المجلات في مجالها وبينا كذبة دعوة تأثير الصيام بشكل سلبي على المناعة والإصابة بالأمراض الجرثومية هذه الدعوة التي أصلا لا تستند إلى أي بحث ولا شيء وإنما كلام مرسل على عواهنية الدكتور معز نفسه نشر له من أيام بحث آخر في دورية عالمية هي دورية طب الأمراض الصدرية بالتعاون مع رتبة أستاذ دكتور في الطب وعلوم صحية أخرى من جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة طنطا بمصر وجامعة الخليج العربي ببحرين وجامعة الشارقة بالإمارات أطباء مسلمون كما سنضع لكم في التعليقات إن شاء الله نضع لكم رابط مقاله وبحثه مما بيّنه هذا البحث الجديد غياب أي دليل علمي على تسبب الصيام في رمضان في الجفاف ونقص السوائل المرضي الذي قد يؤدي إلى عدوى في الجهاز التنفسي أثبت أنه لا علاقة للصيام بهذا تعال بعد هذا الكلام العلمي والأبحاث المنشورة والجهود الكبيرة في المختبرات والتجارب السريرية تعال وانظر إلى كلام المفكر الكبير الذي تستضيفه قنوات مشهورة ومعروفة على مستوى العالم المسلم خاصة العرب يقول لك هذا المفكر مفكرهم يقول نرجع لكلام الأطباء المسلمين المحترمين ألو بلاش صن في رمضان قال لك أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ اللي العالم كله والحضار الإنسانية بتحترمهم قالوا يتجنب الصوم والجماع في رمضان أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ اللي العالم كله والحضار الإنسانية بتحترمهم قالوا يتجنب الصوم والجماع في زمن الوباء ممكن يا حضرة المفكر الكبير المحترم الذي تُصضاف أسبوعيًا لبث مثل هذا الكلام وما هو من مستواه في عدم العلميَّة ولا الموشوقيَّة ممكن تقول لنا حضرتك من هؤلاء الأطباء المسلمون؟ أليست هذه هي نفسها الطريقة التي نعيبها على أي أحدٍ حتى وعاظ الذين يقولون الغرب يقول علماء الغرب يقولون هكذا بلا مرجع ولا تسمية ولا إثبات ممكن حضرتك تجيب لنا أسماء؟ مفكرهم هذا يعيد هذا الكلام أربع مرات في المقابلة ولا مرة يأتي بإسم طبيب مسلم واحد معاصر ثم يعود يدّعي أن هذا كلام الأطباء المسلمين عبر ألف سنة طيب لما لم تأتي يا محترم بكلام هؤلاء الأطباء عبر ألف سنة؟ هات لنا أسماءهم لما طلب منه أن يحدد أسماء قال الرازي وبن سينة وعلي بن رضوان المصري ويؤكد أن هذا يعني شيء بدهي متواتر عند كل الأطباء الرازي في الحميات وبن سينة في الحميات والأمراض الوبائية وكلام علي بن رضوان المصري يعني دي نصوص معروفة طبعا إخواني حتى ما نخلط لن نخوض الآن في توجهات ابن سينة والرازي لكن نقول ممكن تحدد لنا حضرتك يا مفكرم أين قال ابن سينة والرازي كلامك هذا في كتبهم؟ رجعنا لكلام الرازي في الحاوي مثلا ما رأيناه قال شيئا عن الصيام إلا في سياق الحديث عن المرضى وانظروا ماذا قال الرازي قال وبالجملة أن الدلك والمنع من الغذاء وتلطيفه ينبغي أن يكون بحسب القوة فما أمكنت القوة من ذلك كان أسرع لبرء العليل كان أسرع لبرء العليل لاحظوا يتكلم أن المنع من الغذاء يعني التصويم بالقدر المناسب أسرع لشفاء العليل يعني المريض لا علاقة لهذا بصوم رمضان ولا بالأصحاء بالعكس ويحض على تصويم صحي معين لبعض المرضى وليس على الامتناع من صوم رمضان للأصحاء ما له علاقة مطلقا ويقول أيضا في كتابه هذا يقول قال يعني الإسكندر وقد أمر جالينوس بالدلك ووصل الصوم والاقتصار على ماء العسل والزوفة بصراحة ما أعرف ما هي الزوفة يعني يبدو نوع من أنواع العلاجيات وليس هذا فعل عالم بالطب وقد رأيت رجلا هلك بدوام الدلك والصوم طيب الكلام مرة أخرى عن مريض أمره جالينوس بوصل الصوم يعني صيام تواصل ويتكلم عن صوم صحي لا صوم رمضان ولا علاقة له برمضان حيث يعني هذا الصوم أيضا ليس امتناعا كاملا بل يتخلله العسل والزوفة أما ابن سينة فقد قال في كتاب القانون كتابه المشهور في الطب قال يقرب علاج هذه العلة من علاج الربع البلغمية ويحتاج في علاجها إلى فضل صوم وتلطيف للتدبير ويحتاج في علاجها إلى فضل صوم وتلطيف للتدبير يعني ينصح بالصوم في أنواع من الحميات حتى يسرع في شفاء المريض الكلام عن صوم صحي لمرضى مرة أخرى إلى أن قال ابن سينة ولما لم تكن هذه الحميات بحيث توهن القوة لم نبال بأن نلطف التدبير ونستعمل على المريض الصوم مدة وأن نتلافى ذلك كل ما شئنا بأن نغذوه بما يجود غذاؤه إذن مرة أخرى ابن سينة ينصح بالصوم لبعض أنواع المرض نفس المفاهيم الكلام عن مرضى وهما يشجعان الرازي وابن سينة تصويم هؤلاء المرضى صوما صحيا عن بعض الأصناف لا علاقة للكلام من قريب ولا بعيد بصوم رمضان للأصحاء هذا ما وجدناه لابن سينة والرازي عندك يا مفكرهم غير هذا الكلام عندك يا من تعرف نفسك على أنك أستاذ فلسفة إسلامية من يوم كان عمرك تسعة وثلاثين سنة عندك غير هذا الكلام أنا أستاذ فلسفة إسلامية حضرتك من ونعن تسعة وثلاثين سنة فالله المستعان تعميمات عن الأطباء المسلمين المعاصرين عندنا ما يخالفها ويكذبها والدعاءات على السابقين من الأطباء عندنا أيضا ما يخالفها ويكذبها فاعرفوا إخواني عمن تأخذون دينكم بارك الله لكم في رمضان وتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة